ايه احلى قيمة في المشوار الحلوه بتاع حضرتك ده احلى قيمة انت شايف انه كل واحد كده لما بيتأمل في حياته بيشوف شوية مكاسب ايه اغلى مكاسب عند حضرتك غير ولادك الحلوين طبعا اللي دخلوا كمان المجال الفني لا يعني انا عندي واحدة ما دخلتش المجال الفني لا انا عندي مكسب كبير جدا اسمه حب الناس جدا جدا ده بشوفه في كل حتة يعني لما ابقى انا في قلب الكعبة باعمل عمرة والراجل باركب الكرسى ابو عجل وبيعمل السبع عشواط وفي كل شوت بيلخلني اللي انا بقوله فبقوله فجات في حتة فيها ظلم وانا كنت جاي من مصر كان حصل لي موقف فيه ظلم فعيطت جامد فروحنا وخلصنا ورجحت وبعدين قلتول حسابنا ايه قد ما فيش ما ببغي ما تبغي ده ايه لازم قلت قال لي ما ببغي اه فاخدت وروحت للزابط قلتوله الراجل ده عمالي كذا مش عايز فلوسك قال لي وهبة يا اخي وهبة اه يعني الصوري حتى في قلب الكعبة الراجل مش عايز منك فلوس عايز يقدم لك اكرام يعني اه طبعا هتلاقي حب اكتر من كده وراح جاب لي المصحف من قلب الكعبة اه جوه عشان ودهولي يعني طيب ما يعني في اكتر من كده صروة ده رصيد وقبول ومحبة صروة كبيرة جدا حب الناس دي الاحد لو يعرفه ويقدره وبعدين مش منهم بس انت كمان انت لازم تحبيهم ولازم تعودي معهم زي ما بيعودوا تعودي على الرصيف معهم زي ما بيعودوا وما فيش تكبر على البشر اه 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 انا فنان اه بس انت مريد ومحب وبتديني امتي يا سلام طبعا طبعا يا ربنا يدمها على حضرتك نعمة وبشكرك وبشكر تشريفك لينا نورتنا استاذ فاروق والله انا الاستمرت بكم وانا وانا ما عرفناش نتكلم كتير بس اتكلمنا كلام عميق لكن احب اقول لحضرتك انا سيد باللقائي بك يا استاذة وتمنى ان نلاقي مرتان اخرى يا رب يقدر نعمل حديث مطول عن المشوار نفسه شكله ايه في ايه اه احنا احنا محتاجين نعمل يعني حلقات خاصة كده عشان فيه كنوز عندنا في بلدنا عايزين نستفيد لا يعني مهمة والقراءة مهمة جدا 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 وعيه والستة الوزيرة في معرض الكتاب الاخير ده ايه النجاح ده اه في عيز الكورونا دي ويه بتاع ايه الحلاوة دي الناس لسه بتحب الثقافة وبتحب تسمع من الناس المثقفين فيه بني قدم يعيش من غير ما يبقى مثقف اه فيه يبقى مفيش بقى فيه صدقني يا استاذ فاروق لا الثقافة دي حاجة كبيرة اوي اوي القراءة حاجة كبيرة نعمة كبيرة من عند ربنا مشكرك مشكرك يا استاذ فاروق نورتنا